سعيد بلقياكم مرة اخرى اخواني اخواتي مرحبا بكم في هذا الفيديو ونحاولو نشرح فيه الامبير وكيفاش نعبره الامبيراج بالميلتيمتر لدينا هنا كورون كونتيني هذا كورون كونتيني هنا كورون بغضير فهو不غض التعويضة وشيخة الامبير اكثر اواتي كما جعلنا الكورون كونتيني كيكون فائلي باتري كيكون في الطاقة الشمسية وكيكون بعد الكارت يخدموا بعد الكورون كونتيني هناك الارتناتف الديور وزنقار الازوزين يخدموا 220V 380V هادي نبدأ كيفاش كن عبروه ولمبيراج هادي نبدأ بهذا المحرك هادي المحرك هادا كاتب لكم تيكيت ديالو فيه 110V ومية وعشرين V ممكن احلكم معنا هادا الجوجهما هادا الجوجهما مية وعشرين V هادا مية وعشرين V هنشوفوا هاد المحرك هادا نشوفوا لانبيراج زيالو لانبيراج ليالو سوف نضع الديمانات لدينا البيض مصدر استطعق واحده كدنا 120 مم نضعه ثاني هادي نديرو فعد شي هادي لامپير ها شنو وانوپير لامپير هي لان كوانتتي ديال لزيلكترون لكي دوزو فعدخي تهدا كيمية ديال لزيلكترون باش مار كيمية كتيرا ديال لزيلكترون هنا كي دوزو لزيلكترون كي دوزو هناك ديال مليار ديال لزيلكترون لزيلكترون كي دوزو التقيقة و ديال كيمية باش كن عبروها كن عبروها بلامپير و باش ما اي ماشين اي 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 اه اي اه كتكونسومي بلامپير كتكونسومي لزيلكترون 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 من سورد unos كما هوا بي هذا انجيبو العشرة امپير ديروف عشرة امپير عندنا هذا الموتور في 14 وات ما دنيتش ما واصلش هذا ما واصلش 1 امپير هذا هو صفر فاصيلة جوج امپير على حساب الواط في الواط نعرف الامپير ولكن كما نتأكدون بأن المحرك جيد يجبونا نعبره الامپير يأتي مضبط نحكمه على المحرك بأنه جيد نحن نضيفه نضيفه الموتاشون 122 نضيفه 122 نضيفه هذا التوصيل لدينا انفل ديز ولكن هذا الخيط الاخر نضيفه نضيفه بالمتريكس قبل نضيفه المتريكس نضيفه وكل كيف يوجد نضيفه كيف يوجد كيف ديز نضيفه القطع لنرى ما نضيفه قبل هده قبل ان قبل قبل القطع قبل قبل الامبير هو 014 014 امبير التي تقوم بها هي ما يعديد 14W إذن الامبير يجعل هذا المحرك مزيان سوف نفرصي عليه واجه يزيد نشوفه واجه يكون نفسه 014 هذا القياس هذا القياس هذا القياس يجب أن نحبسه كان هذا البطول يجب أن نحبسه بها القياسات يجب أن نحن يعني 014 امبير هذه الطريقة لكي نقص طيار يمحرك هذه الطريقة يجربه بالل mutter ورغب وضع نحن ๆ بعض الكثير يجرب بطريقة وضع ، ، 것은 امبير سوف نحضر نفس الشيء سوف نحضر سوف نحضر لا يوجد الرزيسطانس هذه الرزيسطانس لا يوجد رزيسطانس لا يوجد رزيسطانس إذا كانت فوق من 10 أمبير لا نستطيع سوف نحضرها بالميلتيمتر هذا لا نستطيع سوف نحضر هذه الرزيسطة سوف نحضرها 220 رناية نفس الطريقة نفس الطريقة سوف نحضر سوف نحضر سوف نحضر كما قلت لكم الرزيسطانس سوف نحضر سوف نحضر سوف نحضر هذه الخيوطة هذه الخيوطة لا يستطيع فوق من 10 أمبير لأن كمية التدفق هناك يكون بشكل يستطيع سوف نحضر هذه الخيوطة سوف نحضر هذه الخيوطة هذه الخيوطة هذه الخيوطة هناك الخيطة هناك تدفق ثم هناك سوف نحضر هناك 10 أمبير ونحضر ما يتعطينا ثلاثة ثلاثة خمسة أمبير ثلاثة ثلاثة لذلك هناك كبير نحضر 400 أمبير 400 أمبير 600 أمبير نحضر هذا المتريكس هذا المتريكس هي التي تعطينا التي تعطينا التي تعطينا طيار مرتفع سوف نحضر هذه الخيوطة بهذه المتريكس لكي نرى التي تعطينا نفس القياس نقلب على الشنت هنا الخيط هذه الخيطة التي تعطينا هذه كيف تتعطينا الأمبير و كمية التي تتعطينا التي تتعطينا التي تتعطينا هذه هذه كيف تتعطينا لكي تتعطينا لكي تتعطينا لكي تتعطينا لتعطينا نحضر الثاني نحضر هذه لكن هذه هنا لكي تتعطينا هنا 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 الخيط واحد نحضر هذا نحضر سخون سخون نحضر سخون هنا نحضر 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 400 نحضر 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 ثلاثة فاسي الأربعة إذن متبطين بجوجة ثلاثة أمبير فاسي الأربعة لكي نفاد الرزيستانس إخواني أخواتي إلى فيديو مقبل إن شاء الله تحياتي الخالصة لكم نحضر